رجعنا نحن وإيكم أحبقنا مع ضيفنا دكتور روجز يدي مدير جامعية معن للتربية المختصة أكيد بدنا نرحب بحضورك وإلك المسيح قام حقا قام ينعاد عليك الظهور وتبقى شاهد على الأيام من خلال هالجامعية من خلال ذوي الاحتياجات الخاصة الموجودين هالناس الضعفاء اليوم اللي بيأمس الحاجة لدعم اللي بيعتبروا حالهم أقوياء أقوياء بالحركة أكتر من شي تاني قدي اليوم أنتوا بهالشهر الشهر المخصص لنشر الوعي حول التوحد واللي كانت نين الشهر هو اليوم العالمي للتوحد ومن خلال الحملة أطلقتوا أنتوا لدعم كل هالأشخاص اللي عم بعينوا اليوم المعاناة كبيرة مش بس وباء ومرض جسدي كمانا فيه احتياجات خاصة فيه أزمات نفسية وكل ما يتأتى عنه من تدعيات عم بتمثب الإنسان وبكرامته بحياته وهالأشخاص اللي بالخدمة مثلك ومثل غيرك اليوم أنتوا كمانا كأتحاد وطني لشؤون العاقة في لبنان موجودين وحاضرين رح أترك لك المجال تخبرنا عن كل النشاطات بالوقت اللي مثل ما قالت لي إذا هالأد بس أنت بدك تحكي تفضل ظهور صباح الخير صباح الخير لجميع المشاهدين من عيدكم بعيد الفصح من قول المسيح قام حقا قام على أمل أن يكون فيه قيامة إلى لبنان مع هالعيد المبارك نحن الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة بداية بضمية مركز علاجي وتأهلي وصحي نهتم بكافة أنواع الإعاقات إعاقة سماعية بصرية جسدية طيف التوحد وتعدد الإعاقات الاتحاد أطلق منذ الأول من النسان حملة هي لدعم الأشخاص اللي مصابين بطيف التوحد لأنه 2 نسان من كل سنة حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة هيدا نهار يوم عالمي للتوحد وشهر نسان بكل العالم هو شهر مخصص للتوحد لها المناسبة يطلق الاتحاد حملة من التوحد حول التوحد الهدف منها هو تسليط الضوء على التحديات اللي بعيشوا أخوتنا المصابين بالتوحد وعائلاتهم تجدر الإشارة أنه هالتحديات هي مش بس للأشخاص اللي عندهم توحد أو طيف التوحد لكل شخص في لبنان عنده إعاقة معينة الحملة مثل ما ذكرت هي هدفة تسليط الضوء على هالشريحة الأساسية بالمجتمع وهدفة توعية وتسجير كثير بالمجتمع اللبناني أنه هالأشخاص هم فئة أساسية بالمجتمع هن لهم الحق أنه بالدمج بالمدارس الاعتيادية وبسوق العمل وضعهم بيطلب أكيد دعم من المجتمع والدولة والأفراد إجت الحملة كمان تتقول أنه ضرورة إدراجهم ضمن الأولويات لطلاق اللقاح ضد فيروس كورونا تقدر يكونوا يتابعوا علاجاتهم عن قرب وحضوريا بالمؤسسات وليس عن بعد أعطاءهم اللقاح هو واجب على الدولة اللبنانية هو ما أنه إصطاطة ولا نطلب شيء مستحيل هذا من أبسط حقوقهم كما وأنه المؤسسات التي تقوم برعايتهم على كافة أراضي الوطن هي بحاجة لدعم وإجت كمان تتذكر الدولة اللبنانية أنه في عليها واجبات تجاه المؤسسات وعليها دفع المستحقات المتأخرة منذ أكثر من سنة وثلاثة شهر ورفع سعر الكلفة طبعا يلي بعده معتمد للأسف سعر كلفة 2011 بعد مرور عشر سنين المؤسسات الرعائية بعدها عم تتقضى سعر الكلفة يلي بطل يشكل شيء حاليا وأصلا قبل ما كان يشكل شيء من الميزانية اللي موجودة طبعا الاتحاد أطلق هالحملة ونحن مستمرين فيها هدفة توعية ثلاث شهر نيسان وكمان منرجع ومنشدد على أن التوحد هو ليس مرض معدي لا فيروس ولا ميكروب التوحد هو اضطراب بالتطور النفسي والعصبة عند الولد يتم اكتشافه بسنوات الطفولة الأولى يعني عم نحكي قبل الثلاث سنوات وليس هناك من فحصات مخبارية بتشخص هالحالة بتشخص هالحالة التشخص أكيد بيصير عن طريق أخصائيين بنذكر منهم علاج نطق علاج حسي حركة علاج نفسي وتربية تقويمية جمالا ظهور الأهل هن يلي أول أشخاص بيلاحظوا على وجود توحد عند الولد من خلال تصرفاته يعني وخلال تأخيره باكتساب كتير من المهارات هلأ نحن عم نشوف الفيديو يلي أطلقوا الاتحاد يلي هو هدف التوعي طبعا وتم نشره عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي هون بدي يقول أنه التوحد يطلق عليه طيف التوحد لأنه أعراض التوحد تختلف من شخص إلى آخر وهي منا زيتة عند كل الناس فينا نحكي عن أعراض خفيفة وفينا نحكي عن أعراض شديدة حادة نعم نعم بقى جمالا التشخيص بيكون مبكر بالسنوات الأولى للطفولة ونحن منلاحظ الأهل اللي بداية بيلاحظوا أنه هالولد عنده مشكلة بالتواصل والتفاعل الاجتماعي يعني بيحسوا أنه هالولد موجود عايش بعالم آخر مفصول عن المجتمع والمحيط اللي هو موجود فيه عنده مشكلة بالسلوك عنده مشكلة بالتواصل بقى هون ضرورة تشخيص الولد باكرا تيصير في تدخل مبكر تنقدر نحن نكون عم نساعده من ناحية العلاجات اللي بتتقدم له بهذا الإطار بالمركز يعني عندك دكتور وجيه في حالات طيف التوحد نعم الحقيقة المراكز اللي طعنا بالتوحد بالبلد هي جداً قليلة بس منا كتيري نسبة قليلة نعم نحن بالمؤسسة اللي أنا أقوم برعايتها مؤخراً أخدنا يعني بدنا نخوضها بتجربة نكون عم نفتح شوي للتوحد لأنه هون بالمنطقة للأسف مثل ما ذكرت ما فيه هني أشخاص بحاجة لمرافقة هني أشخاص بحاجة لكادر تعليمي وتعدد اختصاصات ومطابعة عن أوروبو بشكل يومي وروتيني لأنه هني برجع وبقول عندهم علامهم الخاص نحن بنعرف كيف نكون عم نعمل هالأبروش لإلون تنقدر ندمجهم بالمجتمع والمجتمع هو اللي لازم يتقبلهم لازم نحبهم متل ما هني ونتقبلهم بكل صعوباتهم تنقدر نتعاطى وهني يتكيفوا مع المجتمع اللي حاصل طبعا هون منحكي عن دور العيلة بهيدا الإطار العيلة هي المجتمع الصغير اللي بتحضنها الولد منذ الولادي ومن خلالها المجتمع الأكبر هو رح يكون عم بيحضنه فيني أقول أنه هلأ التوعية سنة عن سنة الأمور عم تتحسن أكتر عم بيصير في تقبل ودمج لهالأشخاص بالمجتمع أكتر وأكتر هون بدنا ننوح على شغلة أنه بهالمناسبة تضاء أبنية ببلدين العالم ومراكز مهمة باللون الأزرق اللون الأزرق هو اللي بيرمز إلى الأمل دعما لهالأشخاص وعائلاتهم أنه هالحياة هي حلوة وبدأ تستمر بالرغم من كل الصعوبات ونحنا بالتدخل كمؤسسات منكون عم نخفف هالتحديات يلي بيعيشوها أخوتنا وبيواجوها بالمجتمع نحن نفهم حقيقة صعوباتهم ونضوع هالمشاكل يلي هني بيعانوا منا بدي أقول إنه الأشخاص اللي بيعانوا من التوحد هني أشخاص ممكن يحكوا ممكن لا ممكن يحكوا بطريقة يعني يعيدوا كلمات معينة متكرر بشكل متكرر وممكن ما يحكوا وهون بيجي دور الأخصائية النطق تتكون هي عم بتساعدهم هنا دكتور في فريق عمل متكامل يعني مفروض من خلال كل المؤسسات اللي تعنى بهالأطفال يكون عندها كلفة عالية ومثل ما ذكرت عن الميزانيات وعن المشاكل المادية واليوم الاقتصاد بترد دايم كيف قادرين تقوموا بكل هالأشغال والنشاطات الحقيقة ظهور الأطفال الأخوتنا اللي بيعانوا من طيف التوحد هني أشخاص ما ممكن ينوجدوا بصف غير عادي هلأ بدنا نحكي شوي عن الدمج في منهم ممكن إذا نشغل عليهم ممكن يصيروا بمدارس عادية بمرافقة مربي مختصة واحدهم أكيد ما بيقدروا وهيدا الشي هو كلفة باهزة على الأهل خاصة بهالظروف الاقتصادية إنما بالمؤسسات الرعائية يلي طعنا بتأهيل أخوتنا بالصف ما بتشوفي عدد من الولاد يلي عندهم طيف التوحد ممكن يكون ولد أوقات لمربية وحدة أوقات ولدين أوقات ثلاثة حسب الحالات وحسب مستوى الولد وحسب أديه هو بيطلب اهتمام حضرتك جيتي على ذكر فريق العمل طبعا هو بحاجة لفريق عمل متعدد الإختصاصات يعني منحكي عن مدربة نطق عن علاج حسي حركة عن علاج نفسي عن تربية تقويمية وطبيب نفسي أكيد نحن الطبيب النفسي بيتابع أخوتنا من الناحية الصحية وإذا اضطر وضعهم أنه يكون عم بيعطيهم أدوية لطبعا تنعالج بعض العوارض يلي ممكن تصيبهم في تدخل العلاج النفسي بيكون شغله كمان مع الأهل لأنه الأهل بحاجة لمرافقة تيفهموا هالولد اللي عندهم يهي شو مشاكله شو صعوباته كيف ممكن هني يقدروا يتعطوا معه الولد اللي عنده توحد برجع بذكر عنده مشكلة بالتواصل والتفاعل يعني بتشوف فيه عم بيلعب وحده معزول عن كل اللي حوالي ما بيعني له وجود أي حدا ممكن يبكي لأشياء بسيطة هي زعجته بس نحن كتير صعب نكون عم نقر نعرف من شو مزعوج بتعيتي له بيسمعك بس ما بيتطلع فيك يعني هو ديما بيفضل يكون بيهزلته يبقى لحاله بهذا الجو المريح بالنسبة لعيله أكتر ما أنك تدمجه بقلب الحياة وبقلب المجتمع طبعا وهني نمط حياتهم أخوتنا اللي عندهم توحد بيعتمد على الروتين يعني من ناحية السلوك هو بيحب النظام بحياته والروتين يعني ما تغيري له لا مكان ولا زمان ولا حتى أغراض يعني مثلا بتشوفيه عم بيرتب أغراضه كل يوم بنفس الطريقة وبياخد وقت طويل تيرتبهم بس هو بيكون عم بيرتبهم بهيدا الشكل لأنه هو هكي ملاقى يرتاح لعبة عم بيلعب فيها بتلاحظي أنه عم بيلعب بأجزاء معينة من اللعبة مش بكل اللعبة وبعدين في كتار بيسألوا أنه يعني أنت إذا كنت قباله مبسوطة أو حزينة أو من فعلي بالنسبة لإله هو عادي هو ما بيفهم هيدا الشعور يعني هو ما بيتماشى معك بالشعور اللي أنت حسستي يعني إذا شافك مبسوطة ما بيتحك معك لأنه ما بيفهم طبيعة هالشعور اللي شايفه قباله بتشوفيهم عايشين بعزلة بالنسبة للإشارات الاجتماعية مثلا بونجور بونسوار ما بيعنولهم ما بيقولوها او رووار إذا فعل دكتور مع المربية ومع الاختصاصيين كيف بيتفعل هالطفة؟ شوفي نعم نحنا كل ولد عنده طيف التوحد بينعمله إذا بدك تقييم عام من قبل الأخصائيين ومنحط أهمية النقاط اللي ممكن نحنا نكون عم نشتغل عليها من نحية التواصل أو التعبير اللغوي أو غير اللغوي أو السلوكي هون كل شغلة منجرب نلقي إلى حل يعني كل شغلة منجرب نلقي إلى أبروش كيف ممكن نحنا نكون عم ننزل لعنده ونفوت على عالمه الخاص نقدر نحنا نطلع من هيدا الشي أنا اللي بدي أقوله أنه أثبتت الدراسات أنه طيف التوحد هو علاقة بأشياء جينية بيولوجية يعني ما معنا أسباب في أسباب ورسية طبعا أثبتت أنه إذا بالعائلة في حدا مصاب بطيف التوحد ممكن بعدين نلاقي بنفس العائلة بالأجيال المتتالية إنما يعني المشكلة الأساسية هي مشكلة تواصل ومشكلة التفاعل ومشكلة هالولد وين بيكون موجود هو بينزعجه من الصوت العالي بينزعجه من الموسيقى مع أنه هن بيصدر عنهم أصوات كمانا ببعض الأحيان غريبة وغير مألوفة بالنسبة للناس العاديين نعم هن بيصدروا أصوات طبعا برجع بقلك لأنه في منهم بيكونوا عم بيعبروا بهذه الطريقة عن انزعاج معين عن وجع معين يمكن عن اكتئاب اضطراب بدي أقولك أنه نحن كتير مهم أنه أخوتنا بالمؤسسات الرعائية من نظم لهم حياتهم من نرتب لهم أمور حياتهم بالنسبة للزمان والمكان والروتين تكرار نحن بيتعلموا بالتكرار وقتا نعيد لهم الأكتيفيتات مرة واثنين وثلاثة وأربعة بيكتسبوها هلأ أخوتنا لهم أكتر من سنة ظهور موجودين بعزلة موجودين ببيوتهم طبعا عم يتابع معهم عم بعد من خلال مستند خاص لكل ولد بيتناسب وقدراته من خلال العلاجات اللي عم تنعطى عبر منصة الزوم إذا كان تدريب نطق أو علاج حسي حركة أو حتى هلأ بيظل أجواء كورونا يعني كيف عم بتحصدون أتيج مع أهل أولاد والناس بعاد عن بعضها نعم أنا اللي بدي إليك يا إنه الولد اللي بيعاني من طيف التوحد بيترافق هيدا الشي بمعدة اترابات ضعف بالتركيز حركة مفرطة إذا بدك ممكن يكون عنده تأخر عقلي خفيف متوسط أو تأخر شديد بطء بالاستيعاب يعني الأهل مشكورين على كل شي عم بقدموا لأولادهم إنما الولد بش دائما بيقعد بالتابلت أو اللابتوب تيتابع سيانس معينة التدخل بيكون معه كتير مهم إذا حضوريا يعني موجود بالمركز بنظام معين بتوقيت معين هون برجع بركز على ترتيب حياتهم يعني مرتب لهم الأكتيفيتات حسب الوقت وحسب الشي اللي موجود لأنه هن أصلا بيكونوا عايشين بضياع يعني نحن علينا أنه ننظم لهم أمورهم إذا بتسأليني عن النتائج بقلك أنه النتائج هي منع النتائج المنشودة اللي نحن منطمح له إنما أخوتنا بدي أرجع أحكي بالنسبة للقاح أولوية طلقي اللقاح لإلهم هذه هي النقطة يمكن اليوم المنشد الأكبر بالنسبة لكم كمؤسسة إنه يردوا عليكم ويطعموا هالولاد يعني ذوي الإحتياجات نعم زهور المنشد هي منشد شو ردوا عليكم كان في جواب خليني أحكي شوية المنشد هي منشد الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقية اللي بدوم مئة مركز علاجي وتأهيلية يقوم برعاية 13 ألف شخص من زوي الإحتياجات الخاصة هي منشدة على نطاء الوطن نحن أخوتنا بدي أقول إنه مش إنه منهم مذكورين على المنصة مذكورين بفئة بيت نين يعني والبيت نين نأخرين كتير يعني بعدها مأخرة نحن اللي عم نطالبه هو تقريب الموعد ولعدة أسباب أولاً على هون نستطيع إنه نشتغل حضورياً معهم يعني نرجع نجيبهم على المؤسسات تيكون نشتغل معهم حضورياً تنلمس النتيج اللي نحن نتمنيها كما وإنه في كتير مؤسسات خسرت من أبناء نتيجة جائحة كورونا نحن أخوتنا ظهور ما بيعرفوا ينتبهوا ما بيعرفوا يعبروا عن اللي بيجعن ما بيعرفوا يعبروا عن عوارض وجع راس وجع ما بيعرفوا يسعلوا بعدين الشخص اللي يسعر حتى يعني حتى الإيجياني نحكي بالأمور البسيطة العادية بدوا من يتابعهم ويهتم فيهم طبعاً هنا ما بيعرفوا يتابعوا الأسليب الوقائية ما بيحطوا ماسك ما بيعرفوا يغسلوا إيديهم بشكل متكرر ما بيعرفوا إذا لمسوا شي ما يحطوا بيتمهم أو على عينهم كما وإنه واحدهم هنه معدن استقلالية ذاتية صحيح بدوا يكون حدا معهم بدوا يكون حدا معهم وهيدا الحدل معهم من أبناء عيلتهم أكيد هو سيصاب يعني نحن هون عم نحكي عن إذا بدك عدوى مجتمعية كتير كبيرة غير إنه مناعتهم واطية غير إنه الكورونا بتأثر عليهم سلباً أكتر بكتير من الأشخاص العاديين لأنه هن مشكلة الإعاقة تترافق دائماً مع مشاكل صحية مشاكل بالقلب بشرين وزن زيد ضعف بالمناعة هذا الشيء بعرضهم يلطقتوا الفيروس أكتر ويكون عندهم فعلاً إذا بدك مشاكل أكبر من ناحية هذه الإصابة هلأ نحن اللي طرحنا الوقت عم بدهمنا بسرعة بدنا ننتقل عند أبونا نجيب عقلينة نختم نحن وإياك اللي طلبتوه اللي طلبناه هو تسريع عملية التلقيح وممكن نروح على شيء كطاع يعني كل مؤسس يتقدم لوزارة الصحة لائحة بأسماء المستفيدين والعملين لديها على هون استطيع أنه نقدم لهم اللقاح بأسرع وقت إن شاء الله نتمنى يعني هايدي الشغلة تتحقق وتقدروا تأمنوا كل اللقاحات لكل ذوي الاحتياجات الخاصة شكرا دكتور روجزيدي على حضورك معنا